اشتركوا في القناة في 2020 بس في البداية عاوزة اعرف منك ازاي اميرة اصبحت مصممة ازياء انا كازاي اي ست عادية جدا كنت بحب دايما البس حاجة مختلفة بدور عليها ما كنتش بلاقيها كتير يعني مش عاوزة اكون في حاجات كتير بتلاقيها شبه بعض انا ما كنتش بحب كده فقررت ان انا اصمم لنفسي اصمم لنفسي موديلات اللي صاحباتي اللي بيحبوا يلبسوا الحاجة المختلفة فمن هنا قررت وبدأت كان عمرك قدي ايه اميرة يعني من من قريب يعني ممكن تقولي 39 ايه داتي عمرك قدي ايه بقى انا فكركي 29 ايه 39 دي ايه دا ايه الكلام الكبير ده طب مش فاكنا يا اميرة اول موديل صممتي كان شكله ايه كان حاجة شكلها ايه لونها ايه اكيد بتبقى ذكريات لطيفة اوي لا هي مش متذكرة اوي بس انا بدأت فعلا انزل للسوق من فترة قريبة يمكن بقى لي بالزبط سنتين جميل طيب لو قلنا الخطوات كده بشكل بسيط خالص لأي ست عايزة تكون مصممة ازياء على فكرة هو حلمنا كلنا لكون مصممين ازياء يعني كل الستات بتبقى نفسها تبقى مصممة ازياء عشان كمان تلبس نفسها وتعرف تختار اللي لايق عليها ولايق على جسمها ولايق على سطيلها بس خير نتكلم عن الحد اللي عايز يكون بروفيشنال مش بتكلم على ست البيت واحدة حلمها انها تكون بروفيشنال او تكون مصممة ازياء خطوات بسيطة كده ونصائح لطيفة كده من اميرة اعملها عشان ادخل مجال او عالم الفاشن والموضة طبيعي جدا او هم يعني ممكن نقول ثلاث خطوات اول حاجة الموهبة دي لازم تكون متوفرة لما بيبقى فيه موهبة اكيد هي بتقدر تصمم تصميم مميز مختلف ممكن يكون فيه تخصص التخصص ده يعني انا مثلا تخصص سوري خلص انا اوكي سوري ما اقدرش ان انا اكون مثلا كاجول او حجاب مش هقدر فطبيعي ان انا لازم اتخصص في حاجة واحدة عشان اقدر ان انا انجح فيها حلو جدا دراسة السوق مهمة جدا ان انا اكون درسة سوق صح قوي اقدر اشوف متطلباته ايه ومن هنا انا بقدر احدد انا هنزل ايه جميل عجبني اوي النقطة اللي قلتي عليها ان انا اكون متخصصة انا تكنا اول معرف الموضوع ده يعني فيه واحدة تكون مصميمة ازياء متخصصة في السوري فقط بالزبط واحدة متخصصة في الكاجول واحدة متخصصة في المحجبات والله يعني اعتقد الكاجول والمحجبات ممكن يبقى فيه مكس بينهم هو الكاجول فيه ما انا دلوقتي ممكن انا بعمل برضو حاجات بتلبس بنات محجبات عادي بس مش مثلا الصيز محدد انا بمشي عليه ما اقدرش اتخطاه فيه حد تاني متخصص في حجاب تاني بصيزات مختلفة تماما عن اللي انا بعملها كمان انا ممكن اعمل مكس فعلا بين الكاجول وحاجات سواري بس حاجات سمبل قوي بسيطة مش السواري اللي التقيل لان ده شغله صعب جدا السواري شغله صعب اعتقد تفاصيله كتير قوي تطريز وسترس واللي بقى لايق على الجسم ولايق على الشعر واللي بيشتغل فيه لازم يكون يعني بروفيشنال صحيح ده اللي بيشتغل فيه كون بروفيشنال واللي بيلبسه كمان بيبقى موضوع مرهق جدا يعني مثلا مكون راحة حفلة عندي افنتا وعندي حفلة بحس ان الخروجة دي بصراحة بتبقى تقيلة على قلبي قوي وانا خارجة خروجة عادية مع صحباتي الكعبة هيبقى شكله ايه والطرحة هزبطها ازاي والمانيكير والروج يعني الخروجة السواري دي كرسة يعني ساعت اقول اعتذر اقول الناس مش هاجي عشان شايل اهم ان انا هلبس ايه بالزبط لا هو شغل سواري صعب جدا اصعب الحاجات هو السواري تخصص اميرة ايه بقى سواري كاجول محجبات كاجول كاجول وبرضو فيه سنة محجبات ملمسها معاك يا اميرة كده شواري لا فيه سنة محجبات وفيه كمان بشتغل اوفر سايز بشتغل بانوتات بشتغل ليدي بس مش الوفر سايز برضو فيه حاجات انا ما بدخلهاش يعني فيه حاجات ممكن فيه السايزات الكبيرة قوي لا انا مش بشتغل فيها علشان انا ما تغشي من نفسي بنت تشتغلي السايزات الصغيرة الحاجات الكويسة دابل دابل اه يعني زي كده الحمد لله المسات الكويسة زي كده الحمد لله شوفي بقى شوفت الغرور بس يا اميرة ازاي اختار موديل يكون لايق عليها لايق عليها بمعنى ايه يعني انا لما اقول انا عايز اختار حاجة لايق عليها لايق على جسمي لايق على بشرتي لايق على ستيلي يعني ايه اختار حاجة لايق عليها وإزاي كل ست تعمل ماتشنج مع اللبس والشكل والبشرة والجسم هو أنا طبعا علشان أختار موديل فعلا لازم يكون لايق عليها هو أنا بشوف في الأيام دي أو من وقت فايت أنه في ناس عندها هواس موضة هواس موضة بمعنى أنه هي ممكن تلبس حاجة مجرد أنه هي موضة هي مش لايق عليها أصلا هي مش شايفة نفسها بس هي مهووسة موضة دي الحاجات اللي شوفناها في مهرجان الجونة السنة دي حاجات جميلة حاجات جميلة وندرش نقول أنها حاجات جميلة فأنا بشوف أن أنا نفسي عندي حاجات ممكن تكون من سنتين أو ثلاثة ومحتفظة بيهم بلبسهم الموضوع مش كده أنا ممكن ألبس حاجة بسيطة جدا وأضيف عليها أكسيسيريز أضيف عليها إسكارف وأضيف عليها لمسة بسيطة هي فعلا هتكون حلوة وموضة برضو صحيح يعني أنت مع نظرية أن أنا أخطر اللي لايق عليها اللي لايق عليها موضوع الموضة ده خالص ممكن يكون مش لايق على جسمي تماما بالزبط إزاي أميرة بتصمم الموديل؟ إزاي بتصممه؟ أول حاجة بترعي إيه؟ أول حاجة بترعيها وأنتي بتصمم الموديل هو أنا زي ما قلت أنا بشتغل على كذا زوق وكذا يعني مثلا بشتغل على البنوتات بعمل لهم الحاجات اللي بتناسبهم بشتغل على الليدي كمان الحاجات اللي بتناسبها تمام بصمم الموديل دي ممكن في الوقت يعني تقصدي أنه بياخد مني وقت بياخد وقت يعني مثلا موديل بسيط خالص حاجة سمبل تاخد وقت قد إيه؟ هي على حسب الموديل فيه موديل ممكن من أول مرة فيه موديل ممكن يفضل مرة واثنين وثلاثة لحد ما بوصل معه الأفضل نتيجة مرضية أقدر أنزل بيه جميل طيب أميرة بترعي الموديل العالمية ولا الموديل في مصر؟ هو الموديل العالمية أصلا أنا بتبعها وكل المصممين الأذياء لازم يتبعوها احنا برضو بنكتسب منها خبرات جميل يعني طبعا أنا طبيعي لازم قبل ما شوف إيه الموديل بتاعتنا أو الألوان أنا ببص بشوف إيه الألوان إيه الماتريال إيه الديزاينات اللي موجودة دلوقتي تمام وبعدها بقدر أكرر أنا هعمل إيه بس بالحاجات المناسبة لنا إحنا كشرقيين جميل أميرة أنت المصممة للفستان اللي عليك ده عايز أقولك لونه حكاية حبيب طحفة بجد اللون جميل والموديل كمان لزيز جدا أعتقد أنت عاملة بلسيهات صح؟ أه بلسيه أنا فكرة أنا كمان لابسة بلسيهات عايز أقولك النهاردة أننا اللبس اللبسة ده من تصميم أميرة أعتقد موضة قوي سنادي لجيب الجلد لسه أسألك السنادي إيه موضة سنادي الجلد والماتريال دي إيه دي تعتبر من موديل أنا موديل النهاردة على فكرة أنا موديل بتاعك النهاردة فممكن تشرحي علي وأنا قاعد على فكرة يعني فيش أي مشكلة طبعا الجلد ترند قوي معنا كل مصمم مفيش مكان دلوقتي مفيش في جلد في الموسم ده بس كل حد عمله بشكل هو بيحبه أنا نزلته في حوالي أقولي مثلا حوالي في حدود خمس موديلات أو ست موديلات يعني السكرتات أو الجبات الجلد البلسيلي زي دي دي موضة سنادي في شتاء 2021 موضة سنادي وكانت السنة اللي فاتت كمان رجع معنا تاني بالزبط البلاوس دي تعتبر من الخامات القطيفة مضلع خامة جديدة برضو ماتريال جديد تمام فيه طبعا عملة جلد برضو فيه الجاكت فيه البنطلون فيه فيه أكتر من حاجة يعني يعني الجلد معنا السنادي في شتاء 2021 سواء كان سكرتات سواء كان بنتيل سواء كان جامب سوت يعني معنا موضة سنيدي معنا موضة سنيدي وكل ألوانه البلاك والأحمر وكل الألوان الأحمر أنا منفز أحمر أو بلاك فيه معنا على فكرة صور لطيفة قوي قوي من تصميم أميرة هتكون معنا على الشيء دلوقتي حابين نشوف الموديلات الجميلة بتاعت أميرة الموديل اللي معنا داي أميرة على الشاشة اللي هو اللونه أحمر وأعتقد ده عبارة عن إيه بقى ممكن تشرح لها؟ ده عبارة عن سويتشرت عادي سبورتي ممكن تخرج بيه بالنهار مع صحباتك نادي خروجه بسرعة سريعة مريح جداً لأي حد مش حابب يتأيد بجنز بحاجات تخلقه ممكن يلبسه طيب تحته إيه؟ هي لبسة إيه تحته؟ تحته عادي شرب كلون بس طبعاً على حسب أنا أكيد مش هلبسه كده أنا ممكن هلبسه معالي جنز عادي عايزة أسأل حاجة أميرة أنا مش مورفشنا مش متخصصة بس عايزة أعرف الشكل ده بنسميقي يعني وأنا جايلك أو بكلم أميرة عايزة أشتري الموديل ده أقولك عاوزة إيفوستين بلاوز ممكن عاوزة هي في حد يقولك ما محتاج سويتشرت سبورت محتاج فست في ناس على حسب كل واحد ما بيقوله جميل في صور تارية برضو معنا لطيفة أنا أعرضها لأميرة طيب أميرة قوليلي مصمم الأزياء عشان يصمم موديل كده جميل إيه الحاجة اللي بيرعيها؟ إن يكون قاعد في جو هادي بشغل موزك يعطي مكان بيحبه على حسب أنا بيعطي مثلاً في مكتبي في مكتبك الإلهام بيجيلك في مكتبك وأوقات في البيت طب معلش الصورة دي لطيفة جداً عمساكي تقوليلي عملتيها إزاي الموديل الطحفة ده هي دي عبارة عن اسكرت قصير مع جاكت جلد تمام الاسكرت ده طبعاً بيناسب البنوتات الصغيرة بتاقي الجماعة والمكتب بتاعته إيه يا أميرة كل ده أصوف أصوف؟ داخل فئة مندرك في خمات الأصوف تمام هو اسكرت أنا حاسة أنه شوية شورت جاي على الشورت ولا هو كل اسكرت؟ لا 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 اسكرت بس هو له تفاصيل جميل حبينا عرف تفاصيله إزاي منك عملتي إزاي؟ هو بسيط قوي بس هو فيه ممكن هو ملفوف على الجسم بكابسون هو يباني أنه هو شورت بس هو مش شورت جميل والحس أن أنت مليأ عليه جاكت جلد جلد هو يمشي معه حاجات كتير طيب ليه بقى جاكت جلد؟ أنا حبيته في التصوير يعني عايز أبرز من الجلد يعني الجلد موجود جميل يبقى نزيز قوي طيب أنت لفت نظري أميرة لموضوع الماتيريال القماش بتجيبين من إين؟ هو أنا بشتغل على حاجتين المستورد والمصري تقدر تقولي المستورد أنا بجيبه طبعا بدخله في حاجات كتيرة جدا هو كل كل موديل على حسب هو الماتيريال بتاعته تبقى إيه فيه ماتيريال ممكن يقبل المصري ويبقى حلوة جدا المصري فيه حاجات مصرية بكوالتي عالية قوي تمام؟ ما بتقلش عن المستورد وفيه حاجات تانية ممكن بنستخدم فيها المستورد على حسب أه على حسب الموديل على حسب إيه الألوالي السنة دي الموضة في الشتاء 2021؟ هو فيه ناس طبعا في الشتاء بتحب الغوامق تمام؟ فيه ناس بتحب أنا ملونة أنا حتى ألوان كتير مدخلة عاملة فرايتي كتير جميل آه فيه ناس تانية بتحب مثلا في الشتاء بتعمل أسويت جري حاجات كلها أفلة أنا مزودة ألوان ألوان عليها أكتر آه مزودة ألوان كتير قلت لي في الأول أنت بتحبي الكاجول أكتر يا أميرة آه بحب أنا بصراحة نفسي أن كمان تتاجي للمحجبات أنا فعلا بشتغل محجبات بس برضو الكاجول مش الحجاب التقيل تمام يعني مثلا بنت مدام بسيطة طب تحب تلبس حاجة ممكن تلبس بلوز قصير عادي مع سكرت أنا بعمل حاجات دي آه درسات كل ده جميل جميل آه معانا بقى الصور نشوفها من تصميم أميرة آه الفستان الدرس ده تحفة قليلي بقى عاملة إزاي الدرس ده هو عبارة عن كم واسع مم ونازل طبعا حاجة كده اسمها فرونس فرونس أدوار آه هيا فرونس دي يعني الفستان أدوار أدوار آه أوكي جميل هو بصي عايز أقول لك من الموديلات اللي نكحت معايا أول منزلنا يعني السيزون ده نكحت معايا قوي أعتقد ده يمشي على التخين ورفيع ويداري بقى يداري ده كنز على فكرة يعني في لو في مثلا حد مليان قوي ممكن بيحط حزام حزام يلم شوية من هنا أو بالضبط آه وفي اللي بيحبه أنا بلبسه سايد جميل طيب مصمم الأزياء لازم يكون بيعرف يرسم مش عارف ليه حط في بالي أن مصمم الأزياء ده رسام بورتريهات بقى وحركاته بالضبط ممكن لو مش بيعرف يرسم مثلا رتوش بس هو يقدر يوصل للي قدامه هو عاوز إيه جميل طبعا يعني بس هو أكيد هو بيبقى فاهم هو عاوز يوصل إيه معلومة ممكن ما يكون مش بيعرف يرسم تمام بس بيقدر يوصل للي قدامه هو عاوز إيه الموديل اللي هو عاوز يخرجه بالضبط يشتغل عليه جميل أميرة فيه ألوان سابتة لازم تكون عند كل الست في دولابها أنا واحدة من الناس مثلا لازم يكون عندي بيزيك أبيض أسود بيجل ده لازم يكون في دولابي بالضبط فيه ألوان تانية تنصحي أنها لازم تكون موجودة مثلا لازم يكون عندنا أحمرات رمادي جريفد في دولاب كل سنة بمناسبة الأحمرات تكتب تحبي الأحمرات على فكرة دولابي كله أحمرات أسودات أنا بعشاء البيزيك الأحمر قوي الأسود تمام لقى طبعا فيه موديلات لازم تبقى موجودة معاكي في دولابي ما بيروحش عليها موضة مهما الوقت عدة هي موجودة برضو جميل طيب جالك قبل كده موديل وقالتلك لا لا الدزاين ده بعد ما لبسته طلع مش لايق علي حصلت معاكي قبل كده لا خالص يعني أنا بنوع قوي بتنوعي في اللبس وببقى شايفة الموديل اللي قدامي دي هتلبس إيه ليكي ليكي نظرة يعني ممكن أنا جيلك أقولك أنا حايزة مثلا الموديل المعين لايق على جسمي سكرت أو بانتالون أو دريست فأنتي تبقي محرجة تقوليني لا ده مش هيبقى لايق عليكي بتكوني صريحة وجريئة لا معا نقول كده مع الزبونة اللي جايين لا ده مش هيبقى عليكي أنا بقول لا ممكن تشوفي ده طيب ممكن نشوف حاجة تانية طيب نشوف ده ولو ما عجبناش ممكن نرجع للتاني فهي لما بتشوف اللي أنا بختاره هي بتقتنع بي خلاص هي بتلغي التاني خالص بس بتجيبيها ليها ممكن نقول بطريقة ركعة بطريقة أفضل طبعا أو شيك إن ده ده مش هيبقى لايق عليكي بحاولي تختاري حاجة تانية يعني مثلا نشوفي اللون ده طيب إيه رايك نجرب ده بعد كده نبقى نرجع للسكرت أو البلاوز اللي هي اختارتها فبقنعها وهي لما بتلبس هي بتلاقي نفسها أجمل بكتير هي قلاص مقتنع عن نوا ده جميل دخول أمير عالم الأزياء أكيد ضف لكي حاجات كتير قوي رقم واحد طبعا إنك أنت بقيت بتعرفي تلبسي وتتشيكي وتنصحي كمان صحباتك وصديقاتك باللبس الشيك والمستايل ضف لك إيه تاني غير من شخصيتك غير من حياتك غير من أسطوبك مع جوزك مع أولادك في بيتك عمل إيه لا كالعادي أنا من سنين وأنا بشتغل تمام هو ضف لي بس ممكن تقدري تقولي سكاب النفس ضف لي صدقات أكتر ناس كتير ضف لي إن أنا فهمت السوق قوي بقيت عارفة السوق عاوز إيه طالب إيه بقدر ألبيه جميل كنت في الأول في البداية ممكن أكون مقتصرة على حاجة معينة دلوقتي بقيت أزود مثلا في الكلاينت بتوعي تمام ممكن أخد نسب صيداتها أكبر من الأول يعني كنت مثلا مقتصرة على اللارج الميديم الأكس لا زودت جميل فده فرق معايا طبعا على فكرة أنت بتكلمي على نقاط أو نقاط مش سهلة أبدا يعني كنت شغلي يديني ثقة بنفسي يزود علاقاتي يزود صدقاتي دي حاجة يعني قوية جدا يعني ياريت كل الست نحن ننصحها مش بس عالم الأزياء أو عالم الموضة لو عندها هدف أو حلم تحول أنها تحط كده ممكن نقول شورت جولز حد ما توصل للونج جولز ليه أهدف قسيلة المدى وإهداف طويلة المدى عشان أوصل ده ده في الأخير بيعود علي بثقة بالنفس بيعود علي بشكل اجتماعي جميل جدا طبعا علاقاتي صدقاتي حياتي بيتي والشغل بشكل عام للست بيضفلها كتير قوي بالضبط وزي ما قلنا لو كنت طبيعتي معنا في الإنترو معنا في أول الحلقة إن إزاي ننسحب من العلاقات السلبية إزاي نقول اللي عايز يمشي مع السلامة أول حاجة عشان أعمل ده لازم أكون مكتفية بنفسي بحياتي في كل حاجة بالضبط نفسيا وماديا وثقة بالنفس بالضبط فأنت معنا لحد يأسس نفسه ويكون واثق بنفسه وبشغله وبحياته وببيته وبصدقاته وبعلاقاته وبكل حاجة لا بيجي نتيجة مجهود كبير صحيح صحيح مش سهل أبدا مش سهل إن أنت تقولي لحد أمشي كده لا طبعا لازم تكوني قوية صحيح شخصياتك قوية نفسي أشوفك حاجة كبيرة نفسي أشوف ليكي كرير مش أشوفك مش دهو على فكرة هو الأمال قوي أو الطموح قوي اللي عاوزين نوصله لا يكون لي كرير أأسس نفسي أأسس حياتي يكون على أرض سبتة يكون عندي ثقة في نفسي بعد كده أبدأ أفكر في موضوع العريس بعد كده ده اللي أنا بقوله البنتي على فكرة ودايما أقول لها آخر حاجة تفكري فيها الجواز أهم حاجة مستقبلك دراستك في نهاية اللقاء يا ميرا عايزة نصائح منك سريعة لكل ست حابة تكون مصممة أذياء تبدأ منين وتعمل إيه هي لازم تكون واسقة من نفسها لازم تدرس برضو كويس لازم تكون هي متخصصة في حاجة حابت تشتغل فيها تكون فاهمة هي بتعمل إيه جميل جميل في نهاية اللقاء يا ميرا بشكرك كنت مبسوطة فيك قوي قوي النهاردة والنصائح الجميلة ليه أنا شخصيا والكل ست بتشوفنا وعادينا إن شاء الله يكون فيه فقرات تانية إن شاء الله تعرفينا بقى كده من إيه تزد نلبس إزاي ونعمل إيه بإذن الله مرسيليك يا ميرا متابعينا بكده نكون وصلنا لاختام فقرتنا وحلقتنا النهاردة بنشكر أميرا حرب من أجمل وأحلى مصممة الأزياء في مصر نشوفك إن شاء الله الأسبوع الجاي في نفس الموعد ونحن هنا